الزكر اللي هقدمه لك النهاردة ده ده من أفضل الأسكار اللي تحل كل ما شاكلنا زكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ده من أفضل الأسكار ومن وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني يوم ما يكون طبعا أنا كنت عملت عنه هنا في القناة طريقتين يعني ليه ورد في القناة أو اتنين عندي هنا ولكن مش بالطريقة اللي هتتقدم النهاردة زكر جميل جدا ومن أقوى الفوائد اللي تخلص معك أي مواضيع اللي ينهي معك أي مشاكل في حياتك لو عملته بالطريقة اللي هنقلها لك دي ذكر لا إله إلا الله اللي انت سمعتهوني بقوله كده بالزبط ده اعتراف حتى على المشكلة اللي انت واقع فيها اني مليش الله تاني هو الله واحد بس والأفضل من ده كله ذكر التوحيد اللي وص به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه يوم ما تكون متأزم عليك بذكر لا إله إلا الله لو انت واقع في أي كرب عندك أي مشاكل بتعلم منها في أمرات في حياتك الدنيا كربست عليك مرة واحدة عليك وعلى الزكر ده بس خلينا أقولك بقى النهاردة لأن الزكر ده روحانياته أعلى مما تتخيله بما أني درست طاقة وعرفت الأسكار مع الله بكمتها وده من فضل الله علي اللهم لك الحمد هقولك تعمله بالليل في قيام الليل أفضل وقت ليه طبعا انت ليك الحرية تعمله في أي وقت برحتك لكن عشان تصدق فعلا أن الزكر ده يعني هيشغل معاك روحانياتك في أسبوع يعني هيخليك تعرف عدوك من حبيبك في وقت بسيط جدا يعني هينهي مشاكلك المادية ومشاكلك اللي انت بتتعانى منها وأمراضك وأسحارك واللي نفسك فيه لو عملته فكيوم الليل ودت لنفسك شجعت نفسك كده وطبقت الزكر ده بالليل يعني بعدما توضيت وصلت ركعتين جلست خلوة مع رب العالمين بذكر لا إله إلا الله بعدد أربع وحايد ألف مية وحداشر يعني الأول كده توضح في كيوم الليل أبدأ الزكر ده امشي عليها أسبوع علنية المشكلة اللي انت بتتعانى منها أيا كان نوعها في مرض ماشي في زحر ماشي فأي مشاكل من مشاكل حياتك طبق عليها الزكر ده تقوم بالليل يعني لك ما تشاء في كيوم الليل تصلي ركعتين تصلي أربع ركعات تصلي ستة تصلي تمانية تصلي عشرة زي ما تحب وهو ما فيش أكتر من أنك تركز مع الزكر ده وانت متوجه للإبلة إبلة الصلاة يعني بعد ما خلصت الصلاة وانت جلس على مسليتك أردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعدد 1111 ولو حابب النصات يبقى مرتفع ما فيش مشكلة دي جلسة خلو ومعنى جلسة القلم دي هتعرفك كمان في نفس الأسبوع اللي انت ماشي فيه يعني كمان دايما للناس اللي كان بتقول ليه أنا كنت عندي كان عندي روحانيات وبحس بيها أو كانت شغالة معايا وكان بترشدني الحاجات كتير وفجأة راحت مني يلا الفيديو دا لك هدية الزكر اللي بقدمه لك في الفيديو دا هدية ليعالج الأمر دا ويرجعه في أقل من أسبوع لو انت كنت عندك حاجة زي كده أو انت برضو كذلك أرددوا وانت خالي فاصل ولا أولادي ولا أهلي ولا أي حد تماما فقوضة الوحدة كده وقفل على نفسك في كيام الليل ويعيش مع الزكر دا وطبعا انت هتحط أمنيتك بداخلك وهتطبق عليها الزكر دا إذا كان مرض ماشي إذا كان أمنية معينة انت عايزها برضو ماشي أي أمنيات في حياتك انت محتاجها وكمان من أقوى دون بقى ما تتوه نفسك في حياتة تانية من أقوى الأسكار عشان ده بس دي بيجينا كتير اللي تفك جميع الأسحار بأنواعها لا إله إلا الله وحده لا شريكة له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وعشان تستفاد من اللي أنا بقوله طبقوا زي ما أنا بنقلهو لك قيام الليل بعد صلاة ركعتين ماشي زي ما عدنا كده بالظبط طهارة وضوء صلاة دعاء بما يتيسر على لسانك وانت بتصلي وبعد كده وانت موجه نفسك إلى الإبلة أي حاجة تساعدك في العدد المسبحة بتاعتك ماشي أيا كان بعدد 1111 تردد الزكرة ده وتعيش معاك كده بالظبط وانت موجه نفسك للإبلة بعد ما صليت مات شاء من قيام الليل صدقني هتدعي لي أسبوع بس مش عايز منك أكتر من سبع أيام تعمل الزكرة ده كل يوم مرة واحدة هو في قيام الليل أكتر من كده ما نش عايز منك وأبقى تعالى أقول لي تجربتك بجد وبصدق لو طبقت على الفيديو ده وأنا هسبب تعليقك وده من أقوى الأذكار اللي تحل مشاكل حياتنا كلها لأنه بيفصل الزكرة ده تحديدا بيخليك تفصل لا فيش حد الله واحد بس أكبر من مشكلتي أكبر من مرضي أكبر من ديني أكبر من سحري أكبر من حسدي أكبر من أمنيتي الله واحد بس وده ذكر التوحيد فلكل إنسان أو إنسانة أخت أخ أي حد واقح في أمور صعبة وغرقان فيها أخوك بيقدم لك الزكرة الجميل ده هدية لك لفك كربك ده ذكر ربنا يعني مش مش تجربة لا أنت بس خد بالسبب الفيديو جوه قدامك وإنت شفته كنت بتتعانى من أي مشكلة وخد بالسبب اللي جالك لحد يعني أنت بقى بتتفرج على الفيديو ده في تليفون ولا في إيه الله أعلم خد بالسبب ده ونفذ طبق حط نيتك الحاجة اللي أنت تعباك وعم مسببا لك مرض مسببا لك اكتئاب مسببا لك أي نوع من أنواع التعب إن كان بقى مديا ولا أي شيء حط اللي أنت تعبا منه بداخلك في نيتك وطبق عليه الزكرة ده بعدد 1111 لمدة أسبوع في قيام الليل في قيام الليل وده أنت كده أنت كده بتعيش في كنز أنت كده معك كنز تعيش به مع ربنا سبحانه وتعالى وبقى تعالى أقول لي كمان أنت إيه وضعك إيه الطاقة اللي اكتسبتها بعدما طبقت الزكرة ده إيه إحساس الجميل والمشاعر الجميلة وهتلاقي نفسك يعني طاقتك باقي نظيفة جميلة مع استمرارك على الزكرة ده وإنت مصمم أن أنت يا رب ما فيش إلهة لأنت وبإيدك تحقق لي ما أتمناه إن كان شفاء من مرض أو إن كان من فك سح أو من أي تعطلات مسبباني أزمة في حياتي إليكم الهدية الجميلة دي يا إخواتي طبقوها وبإذن الله تستفدوا منها ونسأل الله لكم تحقيق أمنياكم ويا رب ما يحرمنا منكم ونحبكم في الله ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اشتركوا في القناة